موسيقى أهلا بكم من جديد وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيعة السوداني بالسماح بدخول الأردنيين بحضور مباراة العراق والأردن من دون تأشيرات دخول وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمنية العميد مقداد ميري إن القائد العام وجه بالسماح بدخول الأشقاء الأردنيين لحضور مباراة العراق والأردن التي ستقام في البصرة من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني اعتبارا من اليوم السبت دخول إلى العراق يوم 14 راح تكون مباراة منتخبنا الوطني العراقي والمنتخب الأردني الشقيق في ملعب البصرة الدولي وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بالسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى العراق بدون تأشيرة ومجانا راح يكون موعد الدخول اعتبارا من يوم 9 ولغاية يوم 14 على أن ما تتجاوز إقامة الأخوة الأردنين لغاية يوم 20 طبعا الدخول راح يكون من عدة منافذ المنفذ الأول مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي ومطار النجف الأشرف الدولي ومنفذ أطريبيل ألف مبروك للفائز وهارد لك للمنتخب اللي راح يتخلف أو يخسر فيه المباراة وبالتالي هذا حبينا أن نعلن هذا الموضوع ومبروك مبروك مقدمة هذا ويشرع منتخبنا الوطني اليوم بتدريباته في البصرة استعدادا لمواجهة الأردن يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي في تصفيات كأس العالم وأكدت الاتحاد أن التدريبات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام يومي السبت والأحد إضافة إلى يوم الأربعاء ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الأردني الذي يحتل المركز الثاني ثقة كبيرة يحظى بها مدرب المنتخب الوطني كأساس من قبل الجماهير الرياضية والتي تراه هو صائد حلم التأهل إلى كأس العالم واشتياز المنتخب الأردني برفقة اللاعبين نتابع فك الشراكة من البصرة وتحت جذع النخلة سيناريو يريده كأساس فهو إحساس يشعر به العراقيون في الأحلام لا بد من تحقيقه في الواقع لأن المباراة التي سيخوضها الوطني ليس مثل سابقاتها بل فيها يتحدد ملامح المتأهل إلى كأس العالم بشكل كبير لأن المنتخب القادم هذه المرة سيكون هو منافس منتخبنا الوطني على بطاقة التأهل لقاء الوطني مع نظيره الأردني موقعة لا تحتمل ارتكاب الأخطاء أو تضيع فيها أي نقطة لأن المواجهة ستقام على أرضنا في البصرة ويجب كسبها بأي شكل من الأشكال سبع نقاط من أربع مباريات بواقع انتصارين وتعادل واحد وخسارة أمام كوريا في الجولة الماضية هذا ما تحصل عليه منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي يحتل فيها الترتيب الثالث وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني ولو قارننا ما حصل عليه منتخبنا في هذه التصفيات عن السابق سنجد أن الوطني في الطريق الصحيح نحو بلوغ كأس العالم للمتبقي هو ست مباريات منها ثلاثة على أرضنا وفي حال كسبناها جميعا سنضمن بشكل كبير التواجد في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك ثقة كبيرة يحظى بها الإسباني مع جهازه الفني المساعد من قبل الجماهير الرياضية التي تراه هو صائد حلم التأهل إلى كأس العالم مصطفى عصام العراقية الرياضية مشاهدين الأكارم والحديث أكثر حول تحضيرات المنتخب الوطني للقاء نظيره الأردني ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال 2026 سرنا ينظم معنا عبر الأقمار الصناعية مراسل العراقية الرياضية من محافظة البصرة الزميل طارق الطربوش مرحبا بك طارق في نشرة أخبار منتصف النهر نعم طارق إذا كنت تسمعني إذن مشاهدين الأكارم في هذه الأثناء ينظم معنا مراسلنا من أربيل الزميل حسين زنقنا مرحبا بك حسين في نشرة أخبار منتصف النهار مرحبا بكم ولجميع مشاهدي قناة العراقية الرياضية حقيقة أنا الآن متواجد في أهم الشوارع الذي يحتضن الكثير من مشجعي منتخب الوطني حيث القلوب والأبصار جميعها منتجها إلى استعد ملعب النخلة لترقب مباراة يوم الخميس بين منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني حقيقة الكل يتلهف الكل يتأمل بأن يكون اللعب وأن تكون المباراة هي من صالح منتخبنا الوطني خصوصا وأن هناك الترتيب والتنسيق بين اللاعبين وبين الكادر الفني هذه الأمور كلها تصف في مصلحة المنتخب العراقي خصوصا وأنه يلعب بين عرضه وجمهوره وملعبه هذه كل مؤشرات قد تكون هي مؤشرات إيجابية خصوصا وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق من منتخبنا الوطني لمواجهة نظيرها الأردني والكل مشجعين منتخب العراقي في محافظة أربيل الكل متحمس ومتلهف وجمهور منتخبنا الوطني في أربيل لا يقل أهمية عن جماهير المحافظات الأخرى حيث هناك وفود وقوافل ستذهب من محافظة أربيل إلى محافظة البصرة لمساندة منتخبنا الوطني لمباراة يوم الخميس نعم حسين ابقى معي على الهواء مباشرة واسمح لي أن أنتقل إلى البصرة مع الزميل طارق الطربوش مرحبا بك طارق في نشرة أخبار منتصف النهار طارق حدثني عن تدريبات المنتخب التي شرع بها هذا اليوم وعدد اللاعبين المتواجدين في هذا المعسكر قبيل انطلاق المباراة يوم الرابع عشر من الشهر الحالي نعم التحية لجميع لكل تأكيد اليوم منتخبنا الوطني دخل في أول وحدة تدريبية صباحية باللاعبين الناشطين في الدوري المحلي وبالتالي سيكون حضور لللاعبين المحترفين خارج العراق تباعا اليوم سيصل أيمن حسين إلى مدينة البصرة وغدا سيصل يوسف الأمين وأبراهيم بايش وأيضا علي جاسم تباعا إلى أن تكتمل الصفوف فريق منتخبنا الوطني يوم الثلاثة ويكون جميع اللاعبين متاحين لدى المدرب كاساس بكل تأكيد اليوم شهدنا الوحدة التدريبية الصباحية الأولى لمنتخبنا الوطني وبنفس الروح وبنفس الإصرار وبنفس العزيمة التي يتمتع بها لاعبون متخبنا الوطني والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية أيضا كانت لدينا لقاءات مع بعض اللاعبين وأكدوا بأن هذه المباراة هي مفصلية ومصيرية بالنسبة لهم على اعتبار أن هذه المباراة تبعدهم عن المنتخب الأردني بفارق ثلاث نقاط والاقتراب والمنافسة على إحدى بطاقات المجموعة الآسيوية الموهلة إلى نهايات كاس العالم إن شاء الله كل الأمور تسير بخير أيضا جهوزية وجهزية مدينة البصرة الرياضية بأعلى مستويات من ناحية الأرضية ومن ناحية أرضيات الملاعب ملعب الرئيسي وأيضا من ناحية أرضية ملاعب التمرين كل المرافق الخاصة لمدينة البصرة الرياضية جاهزة لإحتضان هذه المباراة ولتوفير كافة الإمكانيات والتسيرات لأسود الرافدين في هذه المهمة الوطنية المهمة نعم من جديد عودة الأحسين في أربيل أحسين يعني يبدو لي أنك تقف الآن في شارع الإسكان وهذا الشارع الذي ينبض بحب كرة القدم ومساءاته عادة ما تكون مكتظة حينما تكون هناك مباراة في كرة القدم كيف هو الحال يوم الرابع عشر من الشهر الحالي؟ بالتأكيد الاستعدادات لتشجيع المنتخب العراقي سيكون على أهبط الاستعداد وهناك ترتيب من الآن حتى رجال المرور والرجال الداخلية ومديرية الشرطة يؤمنون جميع مداخل ومخارج منطقة الإسكان وذلك لتأمين على أرواح المشجعين الذين يؤازلون المنتخب الوطني وهذه كلها دلالة على حب الرياضة حب منتخبنا الوطني في محافظة أربيل الكل يعمل على قدم وساق من رجالات الدولة من رجالات الدفاع المدني أيضا ورجالات المرور الجميع هنا يؤمن على أرواح المشجعين وهم أيضا يشجعون منتخبنا الوطني خصوصا أن هذه المباراة هي حاسمة مباراة حتمية مباراة إثبات وجود فالكل سيكون متواجد في منطقة الإسكان لتشجيع المنتخب الوطني نعم إذن زميل حسين زنقان شكرا لك دعني أنتقل بسؤال سريع إلى الزميل طارق الطربوش طارق متى سيلتحق جميع اللاعبين المحترفين ببعثة المنتخب نعم بكل تأكيد حسب آخر التصريحات بالنسبة للوفد الإداري والإعلامي لمنتخبنا الوطني سيكون يوم الثلاثاء هو آخر يوم لالتحاق جميع اللاعبين لصفوف منتخبنا الوطني تبعا سيكون الالتحاق من هذا اليوم إلى يوم الثلاثاء ستكون جميع الأسماء متاحة وتحت سيطرة الكابلين كاساس نعم الزميل طارق الطربوش كنت معي من البصر عبر الأقمار الصناعية شكرا جزيلا لك والشكر موصول إلى الزميل حسين زنقان الذي كان معنا أيضا من أربيل شكرا جزيلا لكما إذن مشاهدين الأكارم نواصل وإياكم قراءة الأخبار برعاية رئيس مجلس الوزراء رابطة مشجعية المنتخب الوطني في ميسان تنظم حفلا لدعم ومؤازرة يوسود الرافدين في تصفيات المونديال أكيد هو لقاء كروي بين أشقاء لقاء على مستوى رائع فنيا نحن ننظر إلى فريقين كبيرين حققوا الكثير في المرحلة الحالية والسابقة ولكن أهم شيء أنهم فريقين عربيين أشقاء المباراة ستكون في العراق الشقيق ونحن نعلم كم حب العراقيين والجمهور العراقي للفريق الأردني وأيضا كم حب الجمهور الأردني للفريق العراقي رابطة مشجعي المنتخب العراقي في ميسان نظمت حفلا جماهيريا كبيرا لدعم ومؤازرة سود الرافدين في تصفيات كأس العالم برعاية من لدن رئيس الوزراء برعاية دولة رئيس الوزراء تقيم رابطة دعم المنتخب الوطني في ميسان حفلا يترجم الدعم اللامحدود من راعة الرياضة الأول دولة رئيس الوزراء ولا تختصر دعمه على فقط كرة القدم وأن كل النشطة الرياضية الموجودة في البلاد وما دورة خليج 25 إلا دليل على اهتمام دولة رئيس الوزراء وكذلك اهتمامه اللامتناهي في دعم الشباب في كل المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية مهرجان وكرنبال كبير لدعم المنتخب الوطني برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد الشياء السوداني الذي تقيمه رابطة مشجعي محافظة ميسان حقيقة هذه الرابطة أحضت بدعم كبير من قبل دولة رئيس الوزراء بالتجهيز الشتوي لهذه الرابطة وأيضا بدعم من الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي هذا الحفل الذي حضرته شخصيات ميسانية من مختلف الأطياف والمكونات تخللته العديد من الفعاليات والتي تضمنت توزيع التجهيزات الرياضية على المشجعين وتكريم الروابط الميسانية تجهيزات من قبل دولة رئيس الوزراء للمشجعين للحضور إلى المباراة تعرف الجو بارد في الملعب ممكن الصادف يعني الجو بارد واهتمام بالمشجعين من توفير سيارات من قبل الحكومة المحلية في ميسان وجهات عديدة داعمة نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وكل النقابات اللي موجودة هذه بادرة جدا مهمة وخطوة رائعة للشباب الميساني وهم سباقون في كل مباراة تجدهم من أول سباقون في مؤازرة المنتخب ونتمنى الفوز إن شاء الله المنتخب بظل هذه الرعاية الأبوية من لدى رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني ويأتي هذا المهرجان الرياضي لتجسيد روح الشباب ودعم الرياضة في العراق ويعكس الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة رئيس الوزراء لتحقيق التنمية وتطور في مختلف المجالات وخصوصا الرياضية منها إذن هو كرنفال جماهيري لدعم ومؤازرة المنتخب العراقي في مشواره الرياضي وما حققه من إنجازات وهو يتطلع اليوم في الوصول إلى نهائيات كيس العالم حيدر الجزاني العراقي الرياضي تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الخليجية مساء اليوم السبت إلى الكويت حيث تقام قرعة كأس الخليج لكرة القدم خليجي ستة وعشرين والتي تستضيف الكويت في نهاية العام الحالي وتقام بطولة خليجي ستة وعشرين في الفترة ما بين الحادي والعشرين من كانون الأول المقبل إلى الثالث من كانون الثاني من العام الفين وخمسة وعشرين وتضم البطولة ثمانية منتخبات تقسم إلى أربعة مستويات إذ يضم المستوى الأول الكويت والعراق بينما تأتي قطر والسعودية ضمن المستوى الثاني ويضم المستوى الثالث الإموارات والبحرين بينما يشمل المستوى الرابع سلطانة عمان واليمن بعد سبع جولات من دور نجوم العراق تصدر الشرطة ترتيب 14 نقطة بفريق أربع نقاط عن باقي الفرق وتستأنف المباريات بعد فترة توقف أيام الفيفا مما يزيد من حدة المنافسة أرشد العطار والتفاصيل انقضت سبع جولات لدور نجوم العراق وها هو توقف آخر لأيام الفيفا تستعد به بعض الأندية عافيتها ويستشفي من خلاله لاعبين لأنديات أخرى فما الموقف الآن فيما مضى من عمر دورينا أهم أمر يلفت الانتباه في جدول الترتيب العام للمسابقة المحلية الأغلى هو التشارك بالنقاط على اختلاف المراكز الأمر الذي يعني تكافؤ المستويات وشدة المنافسة بين الأندية المتنافسة فعلى الرغم من صدارته للترتيب والحديث هنا عن حامل اللقب الشرطة بأربعة عشر نقطة لأن الفارق بينه وبين المراكز العشر التي تليه لا يتعدى الأربع نقاط دليل على ما ذكرنا من حدة الصراع طوال الجولات السبع الماضية أما النصف الآخر من جدول الترتيب ستجد ذات الأمر في بعض المراكز لكن الاستثناء الوحيد هو الحدود صاحب المركز الأخير الذي لم يوفق بإحراز أي نقطة يضعها في رصيده طوال ما مضى من عمر دورينا تعود عجلة دورينا للدوران بعد انتهاء أيام فيفا وفي حينها ستفضل عديد من الشراكات حيث سيكون الصراع بين الفراق قد بالغ ذروته العراقية الرياضية أرشد العطار ضمن منافسات دوري درجة الأولى لكرة القدم تغلب فريق الصليخ على الكفل بثلاثة هداف لهدفين إيمان محمد معها التفاصيل ضمن دور الدرجة الأولى العراقي بكرة القدم ضيف نادي الكفل نادي الصليخ على أرضه وبين جمهوره دخل الفريقان المباراة وكلاهما عازم على تقديم مباراة تليق بتاريخ ناديه إذ بدأ الكفل بتسجيل أول إهدافه في الدقائق الأولى ليستمر الضغط من قبل الفريقين حتى استطاع الصليخ من تسجيل هدف التعادل من ضربة ثابتة ثم سجل الهدف الثاني بالطريقة نفسها وقبل نهاية الشوط الأول سجل الكفل هدف التعادل لينتهي شوط المباراة الأول بهدفين لكل الفريقين اليوم مباراة لثلاث نقاط فإحنا جئنا هدف لثلاث نقاط نحصناها حصناها حصناها نحترامنا وتقديرنا لنادي الكفل أيضا هو وعده طموها وعنده اسمه وعنده تاريخه ومن حق يحافظ على هذا الشيء وهي مباراة جدال بيننا بطريقين والتوفيق بالأخير من رب العالمين إن شاء الله يعني اللي يقولوا ويفوز إن شاء الله دخلنا بداية المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف مبكر لكن حصلت عندنا بعض الأخطاء الدفاعية واستطاعوا أن يسجلون علينا هدفين من كرة ثابتة رجعنا عدنا النتيجة وحصنا بعض الفرص بس ما استغليناها ولم يختلف شوط المباراة الثانية عن شوطها الأول إذ شن الفريقان عدة هجمات استغل نادي الصليخ إحداها فسجل هدفه الثالث من هجمة منظمة ليستمر التنافس محتدما حتى نهاية المباراة التي أسفرت عن تقدم الصليخ بثلاثة إحداث مقابل هدفين لنادي الكفلة حققنا المهم اللي هي أول ثلاث نقاطنا بالدوري والقاد مفضل إن شاء الله طموحنا وأملنا إن شاء الله باللاعبين أنه التأهل للدوري الممتاز مبروك النادي الصليخ المباراة هي كلها أخطاء يعني هما استغلوا أخطانا وجابوا ثلاثة إحداث الحمد لله وشكر المباراة كانت زينة بس أنا عندي عتب واحد بس على لجنة الحكام يعني المفروض الحكام أنا أدري قبل سبوع وسبوعين كان عندهم مختبارات يميزون يعني بالضربة الحرة المباشرة ضربة الحرة المباشرة لعبة صعبة وتعرف كابتن التجمهورهم وارضهم ولعبة صعبة إن شاء الله والحمد لله وشكر خدنا ثلاث نقاط نادي الصليخ بدأ مشواره في الدوري بحصاد ثلاث نقاط فيما خسرها الكفل الذي يسعى لتعويضها في المباراة القادمة من باب الله إيمان محمد العراقية الرياضية تعادل منتخبنا الوطني لكرة اليد مع نظيره الإيراني بنتيجة ثلاثة وعشرين هدفا لمثلها في مباراة ودية هذا وجرت أحداث المباراة على قاعة السلام بمحافظة النجف الأشرف ضمن أسبوع التوقف الدولي تحضيرا لاستحقاقات المنتخبين المقبلة وتقدم المنتخب الإيراني بفارق هدف في الشوط الأول إلا أن منتخبنا تقدم في الدقائق الأخيرة بفارق ثلاثة هداف لكن بعض الأخطاء أدت إلى تسجيل لاعب إيران هدف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة أعلن الاتحاد العراقي المركزي للرماية عن موعد إقامة بطولة أندية العراق لناشئين والناشئات للأسلحة الهوائية في بغداد وذكر بيان الاتحاد اللعبة أن الاتحاد العراقي المركزي للرماية يستعد لتنظيم بطولة أندية العراق للناشئين والناشئات للأسلحة الهوائية للفترة من الخامس ولغاية السابع من شهر كانون الأول المقبل وأضاف أن البطولة ستقام في المركز التدريبي للرماية ببغداد مشيرا إلى أن المنافسات ستدار من قبل حكام معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة بمناسبة يومها العربي أقام الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية ماراثونا شهد مشاركة أكثر من 200 متسابق من مختلف الفئات العمرية المزيد من التفاصيل مع أحمد عودة في يومها العربي للدراجات الهوائية نظم الاتحاد العراقي للعبة ماراثونا لمختلف الفئات العمرية بمشاركة أكثر من 200 متسابق وأكثر من 5 أندية بمسافة مقطوعة 14 كيلومترا ذهبا وإيابا المهرجان يمثل بالنسبة للاتحاد هو أحد الخطوات المهمة لتطوير رياض الدراجات من خلال تنظيم هذه المهرجانات لزيادة ممارسة رياض الدراجات لما لها من فوائد كثيرة على المجتمع العراقي يعني فوائد صحية وبيئية وإضافة إلى الفوائد الرياضية أتمنى الشباب كلهم يحذون حذو هالشباب الدراجين تكون حلوة أريد أن نقلل من بعثات الغازات أريد أن نقلل من الزحامات السيارات بالشوارع أريد أن يتوجهون الشباب كلهم لهذا التوجيه الرياضي إن كانت السباحة إن كانت أي ملاعب من الرياضة نعم لبيئة سليمة وجسم الرياضي صحي هذه البوادر التي سعى الماراثون لإطلاقها آملا بزيادة الوعي وتوسيع مساحة المشاركين لمختلف الفئات لكون هذه الرياضة لا تقتصر على عنصر أو عمر محدد ولها جوانب كثيرة وتحث شبابا على التمتع بالطاقة الإيجابية أحب أن نشارك نحن مجموعة الفرق وأنا من ضمن الفريق العراقي لهوات الدراج الهوائية وأشجع على هذه الرياضة أعتبر هذا المهرجان نوع من الثقافة نشر الوعي والثقافة والابتعاد عن كل ما هو ظاهرة سلبية وذلك يعني استقطاع بالشباب والابتعاد عن كل ما هو سلبي مثل ما عندنا مظاهرة المخدرات جاء ذلك تأكيدا على أن بغداد مدينة الحب والسلام والأمان وأن رياضة الدراجات الهوائية تعد عنصرا مصاحبا للبيئة كما تضمن الماراثون درع تكريم للمشاركين دعما لزيادة الوعي بممورسة هذه الرياضة للعراقية الرياضية أحمد عده كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم سكى عن تولي مباريات البطولة التي ستقام في سلطنة عمان الشهر الحالي للفترة من السابع والعشرين وحتى السابع من كانون الأول المقبل بمشاركة أربعين منتخبا هذا وسيقص منتخبنا الوطني مشواره في البطولة أمام المنتخب الكويتي في التاسع والعشرين من الشهر الحالي ثم سيلاقي نظره اليوناني في الثاني من كانون الأول المقبل فيما ستكون مباراة الثالثة في اليوم التالي أمام المنتخب البلجيكي بعدها سيقتتم دور المجموعات بلقاء المنتخب القبرصي مشاهدي الأحبة للمزيد من الأخبار وإبدال الرأي والملاحظات حول نشاراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وانستجرام شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر